هلو والله شلوانكم شخباركم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم جبت لكم طريقة كيف تستعيد حسابك المهكر خلال دقيقة واحدة خاصة بعد التحديث الاخير اللي نزل الانستجرام مثلا اليوم اني عندي هذا الحساب تمام خلي شوف لكم الجيميل لحتى صير ما يقولون الشغلة صحيحة هاي انفرماشن هذا الجيميل ماتي تمام هذا حساب وهمي يعني عندي مخلي احتياط هذا الجيميل اني مخليه بالحساب وكلمة صور طبعا انا حافظها خلي اروح لكم على موبايل ثاني حتى حتى باعتبار شخص ندخلوه هكرا خلي نكتب او ثمانية وسبعين اربعة وثلاثين بوينت انس اي ام خلي نكتب كلمة السر لحظة ال حتى كلمة السر الخطأ ال تمام هسا فتح عندي وهذا الموبايل اوكي فتح باعتبار شخص ايجي هكرا مني هكرا لازم شنو غير الجيميل احنا رح ندخل وهنا مندخل على information وهذا الجيميل رح ندخل لمسح الجيميل نخلي جيميل باعتبار هو الهكرا رح يغير الجيميل رح اكتب لكم جيميل جديد اه سبعة وثلاثين هاي ثلاثة تمام هاذا الجيميل جديد باعتبار الهكرا يقول check on email اوكي رح نرجع منها رح نغير كلمة السر نرجع setting security الدقيقة هنسوي كلمة سر جديدة باعتبار حتى يخرج من عندي اكتب اوه سامح واحد ثلاثة اربعة خمسة نكتب اوه سامح واحد ثلاثة اربعة خمسة دوسع تمام هسا باعتبار هذا الحساب اكتمل الهكرا هسا رح اشوف لكم شلون رح نرجع وين الانستجرام رح نسحب يقل لون كون يعني حساب خرج باعتبار هسا الحساب تهكر بعد ما ما عندي اي حساب فاني شون هسا بهيش حالة شون استعيدة حتى ارجع الحساب مالتي نضيف حساب جديد نجي هنا ندوس forget ونكتب اليوزر مالذي سامح واني وستعمح واني وسبعين أربعة وثلاثين باعتبار سامح ما ندوس نيكست لا اذا ندوس نيكست رح يروح على جيميل الحكر الي قاني كتبت الجيميل الجديد فاشنسوا لازم نحتاج نره هل تمام رح ياخذنا وين على الجيميل القديم مو جيميل الجديد جيميل القديم الي قاني تشين تمخلي بس لازم هنا الجيميل هذا القديم يبقى بالحساب يعني إذا شخص حكر حسابك إذا الجيميل مخليه قبل يومين أو ثلاثة ما رح يطلع الجيميل هنا لازم نجيب الأقل شي قبل شهر تمام إذا قبل شهر نخلي الجيميل رح يطلع لك هنا مجرد رح ندوس سينت سيكوريتي هذا الجيميل القديم ليبي هنا لازم نجيب رقم مسك من الجيميل روح على الجيميل هذا الحساب الأول واحد يعني هو هذا حسابي اللي هو كان قديم بالجيميل قبل ما يتحكر خلي نقول شوف هنا وحسنا لازم ندخل على الجيميل مجرد رح ندخل هاي أول رسالة لإستجرام دازعيلي هذا الرقم ننسخه حددون ننسخه نرجع على الإستجرام بس مجرد ندوس بيست ندوس تأكيد هذي يعني الجيميل القديم رجع بالحساب وندوس أوكي رقم موبايل محتاج رح ندوس كيب ما يتخطي هنا نكتب كلمة سر جديدة خل نكتب اس اي ام اي هنا ما مسمح لك تأخذ سيكوريين أو تسجل فيديو وتطلع الكيبورد لا ما يطلع الكيبورد شوفوا هسنا ما يطلع بتلا نكتب 54321 أو سعي ام اي 54321 ندوس تمام هسه فتح الحساب يعني حساب هاني اللي يتهكر رجعتي تمام الرجع فتح عندي الحساب خلي نروح على الموبايل الثاني باعتبار عندي الهكر وهنا هو مفتوح مجرد خلص يعني طلع من عنده بعد ما يقدر يفتحك واذا عجبكم الشرح اتمنى تشتركون بقناتي وان شاء الله الفيديو القادم كيف تستعيد حسابك لانستجرام من خلال انت تحاجي موظف الشركة مباشر حتي يرجع لك حسابك انتظروني قريبا